ترأس سعدة السيدة فاطمة بن جعفر السيرة في وزيرات السياحة رئيس مجلس إطارة هيئة البحرين للسياحة والمعارض وفضى مملكة البحرين المشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للدورة الثانية والعشرين بعد المئة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي يقام في الفترة من الثلاث عشر إلى الخامس عشر من نوفمبر الجاري في كولومبيا وتأتي مشاركة البحرين في هذا الاجتماع في إطار جهود المملكة الحثيثة لتعزيز مكانتها كوجهة سياحية رائدة في المنطقة وترسيخ علاقاتها السياحية مع مختلف الدول والمنظمات العالمية وتأكيدا على التزامها بتطوير القطاع السياحي وفق المعايير العالمية وبهذه المناسبة أكدت سعادة الوزيرة أهمية الحفاظ على التراث الثقافي كجزء أساسي من استراتيجية السياحة في البحرين 2022-2026 وأشارت إلى أن المواقع التاريخية مثل قلعة البحرين والمتاحف ليست فقط عوامل جذب سياحي بل تعكس أيضا تاريخ وثقافات البلاد المتنوعة كما أكدت على أهمية الشراكة الاستراتيجية القائمة بين هيئة البحرين للسياحة والمعارض وهيئة البحرين للثقافة والأثار التي تسعى للحفاظ على الهوية البحرينية الأصيلة من خلال تشجيع الحرف التقليدية والموسيقى والأطعمة كعناصر أساسية في التجربة السياحية الفريدة التي تقدمها المملكة وأكدت سعادتها على أهمية التركيز على السياحة المستدامة وتنفيذ المشاريع التي تحافظ على المعالم الثقافية ودمج العناصر الثقافية في المبادرات الحديثة بهدف تعزيز الجذب السياحي مشيرة لأهمية قياس الأثر الاجتماعي والثقافي للاستثمار السياحي من خلال إشراك المجتمع المحلي في إدارة المواقع الثقافية وتنظيم الفعاليات لافتة إلى دور الإستراتيجيات التوعوية والثقافية التي تساهم في تعزيز العلاقات بين الزوار والسكان ورصد التأثير العام للسياحة على الهوية الوطنية تساهم في تعزيز العلاقات بين الزوار والس traitorات تساهم في تعزيز الشرق أديم تساهم في تعزيز العل送 والشكر المتطعون يا من融 провريقيا اشتركوا في القناة